السلام عليكم أخوتي مرحبا بكم في درس الجيد على القناة ديالكم استفهام أعم اليوم إن شاء الله سوف نوريكم كيف تشريه بزاف من علي إكس بريس وتجنبه الديوانة وكذلك رسوم شركات النقل وسوف نجاوكم على بعض الأسئلة اللي كتروا هذه الأيام بحال شحال مرة نقدر نشري من علي إكس بريس في اليوم وكذلك بالنسبة للشراء الجماعي شحال عندي من المرة الحق نشري في النهار إذا أخوتي على بركتي الله غير مدعو الدرس لكن كالعادة لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم لجديدنا أول بأول إذا اليوم هنعطيكم المفيد والمضمون مئة بالمئة باش نسدوا هذا الموضوع إن شاء الله إذا كنت يبغي تشري من علي إكس بريس شركة عادي فراك تقدر تشري كتر من ألف مرة في النهار ما كانش لمشكل لكن ديوانة هي العائق الوحيد اللي غادي تلقى لأنه مباشرة من تشري كتر من جوجة ديال المرات فهتفرض عليك تخلص الرسوم جمركية على هذا السلام لأنك في هذه الحالة قد تعتبر أنك تشاري هذه السلعة باش تعود فيها البيع وليس لشراء الشخصي إذا على الإكس بريس ما عنده حتى شي دخل في هذا الشيء أما ما يهمنا اليوم هو الشراء الجامعي فاللي ما عارفينش الأصدقاء هو أن شروط الاستفادة من هذا الشراء الجامعي هو تشري مرة في النهار وتكري أو تكون مجموعة واحدة في النهار وبالتالي إلا حاولت مرارا تجاوز عدد المرات المسموح بها في اليوم فتقدر التعرض لقدر الله أنهم يبلغيوا لك الحساب ديالك وردوا البال كذلك أخوتي الناس اللي عندهم نفس كارت بونكير اللي كيشروا بها من جوجة الحسابات وهذه الحسابات مأنصطلينهم مثلا في جهاز أو لا في جهازين فردوا البال الثراء الآن على إكسبرس دايرة وعد حملة شارثة على جميع الحسابات اللي كتخرج من نفس الأجهزة أو من نفس الجهاز أو لا اللي كيكون عندها نفس المعلومات الشخصية كالأدرس الاسم رقم الهاتف أو كذلك البطاقة البنكية فكيف ولكن نشوفه مؤخرا؟ فمباشرة من اللي كتفتح واحد الحساب جديد نفس الجهاز اللي فيه الحساب القديم واللي ديجا تبلوكها لك فكتلقى رسك باللي تبلوكها لك الحساب بلا ما تدير حتى عمليات شراء وكيطلع لك واحد المساج اللي هو فشل عمليات الدفع أما الحل بالنسبة للناس اللي بغيين يشريوا من الشراء الجماعي ويستبدوا أكتر من مرة في يوم هو أنك تستعمل لكل حساب بطاقة بنكية جديدة ومعلومات جديدة وجهاز جديد واللي بغايفهم كتر شوفوا هاد الفيديو من هنا أولا غتلقوا الرابط ديالو في وصف هاد الفيديو وصلنا للنقطة اللي ضير عليها الفيديو شحن واحد كيشري منتوج اليوم ومنتوج غدا ومنتوج مبعد ثلاثة أيام ومباشرة مليك كيدخلوا المغرب كيتحولوا لنفس شركة شحن وبالتالي هاد الشركة كتجمعهم في علبة واحدة وكتفرض عليك تخلص رسوم جمهوركية عليهم باش تفهم السبب هو أولا هاد المنتجات عندهم نفس العنوان ونفس الإسم تانيا تجمعوا في نفس اليوم في المغرب وهذا هو المهم إذن كيفش غدا تجنبوا حنا هاد المشكيل انتع انه هاد السلعادي لنا تجمع في نفس النار في المغرب وتتحول لشركة اوحلا فالحل الأول خويا إلي كنتيش مزروب خود المنتج ومنلي بليك تصفت وتتوصل برقم التتبع ديالو تسنى ثلاثة أيام مباشرة من بعد ما تتوصل بهذا رقم التتبع هاد الشي على أقل تقدر عاد تقدر تعود شريء مرة أخرى باش تلكان شي ديالاج في الطريق ما تجمعوش ليك في نفس النهار في الدار البيضاء وهنا كون على يقين انهم ما غيرتجمعوش ليك خويا أما الحالة الثانية وهي الحالة اللي كنعيشوها كاملين لأنه أغلب يزيلنا ما كيقدروش يصبروه كتر من يوم أو يومين باش يعاودوا يشريوه أو لا كالتحشيهوه اللي ما قدرش يفلتها فهنا أخويا معلك إلا تبعدش اللي غادي نقول لك فبالنسبة للمرة اللولى فأنت شريتي عادي ودخلتي النمرة ديالك ودخلتي الأدريس ديالك ودخلتي يعني جميع المعلومات ديالك انت أما المرة الثانية اللي هي المهمة باش نتجنبوا المشكيل اللي هادرنا عليه سابقا فخص قدروري أخي أختي تدير اسم الأب الأم الأخ أو الأخت ديالك أو أي فرد من العائلة المهم يكون سكنين معكم في نفس المنزل وبنفس العنوان ومع ذلك إلا درتي هاد الشي خصك ضروري تدير آخر خطوة اللي غادي نشرح لك دابا لأنه بعض الأصدقاء فكانوا أخذوا بالاسم ديال الوالد ديالهم أو الوالدة وخلوا نفس العنوان ونفس رقم الهاتف وكذلك الشركة جمعت لهم هاد المنتوجات ديالهم باعتبارها غادي لمنزل واحد وبالتالي خلصوا عليهم كذلك إخواني لذلك ركزوا معي أختي فمثلا باش نتجنبوا هاد القضية انتع جميع السلعة فغادي نحاولوا نلعبوا شوية على العنوان ديالنا فمثلا غادي نعطيكم واحد المثال غي الزرهوني إموبل ديس أبرتمو ديس هنا غادي تحاولوا تغيروا شي شوية في هاد العنوان فلاحظوا معي كي غادي نرد العنوان دابا غي الزرهوني إموبل ديس بقتيائي ولكن برمير إطاج زدناها ونميرو حولنا أبرتمو ردناها نميرو يعني هنا فش كتدير هاد طريقة هادي فكيكون العنوان غير مشابه للعنوان الأول وبالتالي ما غاديش يدد تكتا وخقاع جاو الناس بي يحاولوا يفرزوا الكلية اللي عندهم من نفس الأدرس فهنا غايبا لهم باللي العنوان ماشي هو نفس العنوان هادي هي الطريقة الأولى أما الطريقة الثانية فهي غادي تاخد نفس العنوان وغادي تكتبوه باللغة العربية حاول تكتبوه باللغة العربية وبالتالي هنا غادي تكون كلية فيها اللغة الفرنسية وكلية باللغة العربية وكي يصعب أنهم يدد تكتبها إذا هذه هي طريقة خوتي وباش تفهموا الهدف من هالطريقة هو أنه إنتانيت دابا تقدر تدير أي حاجة لتغير فيها على الأدرس ديالك فمثلا تقدر تزيد واحد الدرب تزيد واحد الزنقة اللي تكون قليبة مثلا لحي ديلك ولكن تحافظ بنفس المعلومات كاليموبل اللي ما كيتغيرش ورقم ديال الهاتف يعني دخل واحد لإضافة خرا لهذا العنوان ديلك بشيبان مختلف في الشكل ولكن في المضمون كما كان قولوه يكون هو أو هو وهالطريقة فرح بتجريب إخواني وشحامل واحد كيخدمها ولكن ما غادش يعطيها لك لكن احنا كيف العادة في قناتكم استفهام عام ما كان خبيع لكم حتى شيء حاجة وأي حاجة استفنمنا والقناة الخدامة فرح كنشاركوها معكم وهذا هو الهدف ديال هاد القناة إذا نخوتي هذا هو الفيديو ديال اليوم نتمنى نكون جاوبت على جميع السئلة ديالكم وأي مشكل واجهته كيف العادة حاولوا توصلوا معايا في التعاليق الخاصة بهذا الفيديو وإلا كان شيء مشكل اللي عاوصوا اللي بغيتوا الإجابة دياله سريعا فحاولوا تكون تكتو معايا على الجمال الخاص بالقاء وكذلك في وصف هذا الفيديو وإلا أعجبكم فيديو ديرو جيم وبرتجوه مع الأصدقاء المهتمين بالمجال وإلا كانت خبيغتي هدية أو الزرار لك للقناة فلا تنساش الاشتراك وتفعيل الجرس بش يوصلكم الجديد جنة أول بأول